مرحبا 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 مشلوقكو اليوم شاء الله كلكم زينين زينين فيديو اليوم حبيت ازوي ازوي المتواني مخبارات الخوادم الي عندي نظرت انه هاي بنات تلقوا من اني فيديو بناتي طبعاً أنا جنت بغذرة أني أسوي فيديو حلاقة لكني أحبيت أغير وإن شاء الله في المستقبل قريب أسوي لكم فيديو حلاقة قبل نعتي فأولي يومكم يوم بلعد وياكم من دون فراجاتي لا أعرف محسيت ليوم هذه تلبسهم كلوا ليش أنه رأيكم بس دايق الشعر اللي يفضل الشعر الأسود ولي يفضل الشعر الأصفر ولي يفضل الشعر الأسدق والأصفر والأخباب سوية خلينا نفدي بما أن الفيديو نوعاً ما بناتي فس أكيد الزجال ملاحق بهم اللي يتعذب ذوقي بالخواتم يعني فخلينا نفدي طبعاً أنا قسمت الخواتم إلى دراس قديم ودراس معاثر اللي يعرفني أني كل شحب الماضي العصول القديمة يعني فعندي شغلات يجيب تشبه يعني فلذلك قسمتهم وخليتهم عندنا أحشوفكم ياهم أول شيء فخليني أبدأ رايداً واللي راح نبدأ بهذهولة لأنهم من دراس العصر القديم فخلينا نبدأ أول كملكشن راح تكون هذه لأنهم من كل شيء يعني تقتل هذه اللي أنا أحسي تقريباً على قلبي فأبدو معكم بهذه طبعاً اللي يعرف مسلسل حريم السلطان فهذا الخاتم هو خاتم اللي أهدى السلطان سليمان والسلطانة هو فأنا من يعني محبين هذا الخاتم أطرح هذا قريباً يعني كل شيء قريب على قلبي حتى من الجوانب ما بيشير يا شغلاتي جزائرة طبعاً هذا التقليد أكيد لكني في المستقبل حساد أني لازم أشتري يعني قصدي لازم أرغب الصائر وخلي سوي نسخة حقيقية منها لأن كل شيء أحب يعني حتى لما تلبس بالأيدي يطر كل شيء هلو يعني حتى مني قلت على الأسبوع يعني حتى يحلي صلاحة بشكل الإيد ولا أنتو شنوا رأيكم أنا بالنسبة لي أحس هذا شيء كل شيء يحلي أم أم بشكل الإيد لنعلم إيد يطلع حلو أم زائد أنه صراحة يحسسني بالقوة لأن بالعصد القديم يقولون كل السلطانة جاءوا استمدوا قوتهم عن هذا الخاتم لأن اللي صنع طبعاً جاء كلش قوي وعظيم يعني أوكي أم أم جاء أوة أم 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 أوة أوة خطوط سولى لكن انا يعني جبت لان لانتراز قديم فانا ايش يشوف انه يرهم للحصول هذي اللي احبها اشتذي الصلاح شايفين فانا بالنسبة الي يعني هم مو بالمفضل ام لكن بمجادة انه ضراز القديم فاشتري اما ذوري اول خاتم هيكون هذا طبعا هذا لما اشتهت اول شي فكرت ذيجالي لان لو تشوفون الديزاين ما انتم للجوانب كل شي عريض فيشبه ضراز ذيجالي لكن انا بناتي لان الجوانب ما تضرح تشوفون الجوانب بيها فراشات حسيت حسيت اعم سألت اللي البيعة فقلت لي هو نسائي فما ادلش لون يعني لكن انا يعني من الناس اللي كلش احب اللون الازرق فام احبت الازرق شايفين شنون يعني حتى صلاح حتى بالايد احسة اللي شوف عليكم الرجالي شنون شين رأيكم انتم بازيتي احبه يعني لانه شوفوا شنون شكلها بجسم ازرق هو يعني مع الثابة طبعا للغالم الازرق مع الثابة كل شيء لك يعني معنا في ذا شايفين أبوحي يعني فساعدة هو كل شي عبيتها للعلم لما اشتريت حتى ذكرني بالسلطان سليمان لما جاني يلبس آخر خاتم بإيده آخر بإيده يلبس بها خاتم فذكرني به يعني فأنتو شخص عليكم إذا توضحي الكاميرا كل البنات من البناتكم ثوقي يشبه ثوقي أما هذا فهو خاتم فضي كلش كلش عادي لكن اشتريتها من أمرها أكلها جانت جبيرة بالعمر كانت تتبئى خاتمها والصلاحة ما حسيت أنه كانت هواية شغلات لكني اشتريتها لأنه حسيت أنه مهم ما كانت يشتري من أده لأنه كانت واقفة قدام بيتها وتبئى شغلاتها فحسيت أن هذا يمكن أقرب شيء أقرب شيء عليك وهو بفارخة من أده يعني ويقالت أن هذا خواتمها وأصلاً يعني طبعاً يشبه الضوء يعني الناس النسوان اللي يمكن تكون شوية جبيرة بالعمر ف ما أدري شلون يعني اشتريتها من أده لكني قد أفضل يعني لكني قد تكون جيدة أشتريتها من أده ويقالت لكني قد تكون جيدة محيبة مجمدة هناك هناك أما آخر واحد طبعا ما أدي اللون الأخضر بالعصود القديمة كلش جان مشهور أحس اللون الأخضر بالعصود القديمة كلش جان مشهور فهو فين شنوات أم There we go أنا أحب درازة يعني أما عندي هذا فهذا الشاتم كلش أحبه وأحب القواتم اللي كلش قريبة لك هل يشوف الكاميرا فهو تضح عليك طبعا هذا مصنوع من حاجة الأوبار والدائرة ما دائرة هي الماسات لكنها كلش كلش صغيرة يعني لكن هذا حاجة الأوبار كلش يلمع للعالم يحسسني وهو قريب يجي من الهزس يعني أنا من الناس اللي أحب بشغلات اللي تلمع فهذا من الخواتم اللي تلمع ذان شي الأوبار هو أحد الأحجار المخصصة لبرج الميزان فمن هي جي جبته هو طبعا ذهب وبلاتينيوم وعلى اللبس للعالم يعني كلش يطلع هلو هناك كما رأيكم بنات أنا حسيت كل شي نازوك و كل شي حبيت وبوقتها يعني اشتريت أصلاً يحسسني يحسسني البنت البنت اللي يشترهم للعرس يعني الخواتم العادية طبعاً هذا شفته بحية المحلات و اشتريت تحذاء سندريلا يتحط به الخواتم طبعاً جاناً أكون منها ألوان بس أنا يعجبني الوان الأحمر كما رأيكم بذلك الفكرة بنات تلوى لكل شي حلوث فعلي تشكيلة خواتم عادية شاء الله تلاس الخواتم السودة هذا الخواتم السودة صراحة لأنا اشتريها للفيديوهات لكي يكون فيديوهات مصاصين الدماغ وفيديوهات الصحية رأيت أهز الخواتم السودة كل شي تلوك نرى يمكن هذا الخواتم اللي بسوهت فيديوهات مصاصة الدماغ لمنكدت انه هذا الخواتم اللي تتلعبي بالشمس اللي مصنون من الدم أما هذول الثنيين فهما خواتم كثف عاليات سودة يعني مثل ما قلت أنا بننازلي مائم بالسود كخاتم يعني لكني اشتري بس عنا بوت الفيديوهات أو شي أما هذة فصالة أما هذة فصالة وهي فتن كل شي طويلة هذا الخاتم به حجل أسوق كلش كلش فاضي وهو دائر ما دائره أوراق إلا الشجل هناك شايفي هو دائر ما دائره أوراق الشجل لكن يجي أحسن أسوق هذا استغطم أكثر شي الفيديوهات الفيريز الجنية أحسي لك لينبيئوا راق شجل وهو الحجر أسرق فاتح شفاف فأحسي لك الفيديوهات الفيريز فهذا خاتم عادي طبعا ما أدري اللي يعرف أنه أنا مو من الناس اللي ألبس خواتم هواي لأنه جلدي يتحسس من أداء فإلا إذا كانت ذهب أو بلاتين أو يمكن فطة ما أمشار بالفطة الصراحة وإلا تحقيدي فإلا تحقيدي ويصير أنت حساسية أنا ما أعرف أنا مو من الناس اللي يحب لون الأخضر لكن ما أدري ليش دائما بطريقي وقع لون الأخضر طبعا هذا أجاني من ألمانيا أحد الناس اللي راح لألمانيا وجوب لهذا طبعا شي قليش بسيط بس على قولة المثل يرايح على الجبل جبله إياك ولو حجر جابوا لي حاجة قل هذا أهم طبعا من الخواتم اللي ممكن أستخدمها في فيديوهات الفيريز للألمان هو خاتم ذهب صحيب عادي مثل الخواتم الأيام قبل للأرسي فهذا الخاتم لما جنت رايح على فلوريدا لدي جهاز كشف المعادن أخذت وياه لما جنت على البحر ولقيت هذا على البحر للألم يعني هذا موقلي دائما جانت أمني تيني أخذ وياه جهاز كشف المعادن وأشوف حظي إذا أحس تكشف شيء فلقيت هذا ومن يوم هل اليوم خليت عندي بس يعني إلى طعام خاص لأني شفته على البحر طبعا أنا شفته بالليل ما جانا كوحدة على البحر يعني لو شايفته بالنهار ممكن جنت أسئل منه بضيعة خاتم لأن أحس خاتم عرس وكوحدة هو واحد ضيعة يعني لكن هذا الخاتم يتغيّل لون حسب مزاج يتغيّل لون حسب مزاج للإنسان يعني عادة يصير الزرد لو بأزرق أو بأحمر يتفعل وهي درجة حرارة الجسم فإذا أزرق يقول إن الإنسان هادئ وبمعيني هذا الزرد فرح نشوف اللون اللي رح يصير طبعا اللون صار أزرق بس بحيث نشوفه بالكاميرا ليتعلى الزرد بس هو اللون تحول إلى أزرق فهو يتحول بمجرد درجة حرارة الجسم فهو خاتم فلاشا وكلش محبب بالنسبة إلي أنا شوفكم يا نازوك وكلش هلو مع أني أحس بناتي ممال عمري الصراحة بس بس يعني هلو بس يعني هلو هذه كانت تشكيلة الخواتم اللي عندي بنات أنتو كل رليشن رأيكم أعرف هي التشكيلة مكلش جبيرة نظرا لأنني ما ألبس هلو هلو خواتم لكن شوفتكم أكثر شيء محبب على قلبي فأنتو كل رليشن رأيكم أي واحد حبيتو أي واحد ما حبيتو وإذا تحبون أسويكم فيديو سلسلة الساور لأنني عندي شغلات يعني فإن شاء الله يعجبكم الفيديو وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد شكرا لك